حكم تحديد اللحية بالليزر للرجال إذا كان الشعر كثيف وخاصة في الرقبة عمر الحارثي من السعودية بارك الله فيك بالنسبة لتحديد اللحية والمقصود الشعر الذي على الرقبة يعني الشعر الذي ليس على الذقن والعارضين الشعر الذي على الرقبة مثلا الذي ليس هو من اللحية ما في بأس يجوز بشرط واحد عدم الضرر فإذا قال لك الطبيب أو الأخصائي بأن أجرى لك فحوصات وقال أبدا ما في شيء ولا يترتب عليك ضرر ما في مضاعفات ما في شيء ما في بأس ولله الحمد ولمنى هذا هو الذي يظهر أنه الصواب لأنه من أهل العلم يمنع لكن الصواب بأن استعمال الليزر خاصة مثل ما ذكرت إذا ثبت بأنه لا ضرر من ورائه وليس فيه أشياء ممكن يعني يتأذى منها الإنسان ما فيها شيء ولله الحمد والمنى شكرا للمشاهدة